الحدوتة بتاعت مو صلاح محمد صلاح أحب البعض أم لم يحب؟ وهقولك مين هو اللي لم يحب؟ وحدوتة الإخوان مع صلاح بالمناسبة وليهم حدوتة ممكن يكون صلاح مش شايف ومشو خبره من ده بس هبقى أحكي لكم بعد شوال مويم لو عندنا وقت يعني الحدوتة بتقول إنه لأ تصدق عندنا وقت طيب بصة سيدي انت لو لاحظت هتلاقي إنه دايماً في صفحات تهاجم تصرحات محمد صلاح طول الوقت صلاح قال كذا إيه دا حرام صلاح لبس كذا إيه دا ما يصحش صلاح تصرف بالشكل إيه دا الكلام دا ما كانش حاصل في بداية ظهور وبزوغ وسطوع نجم محمد صلاح ليه؟ الإخوان عمرهم ما هيدعموا أي كدر أي شكل أي فجر أي اسم إلا لو كان إخوان إلا لو كان إخوان الكلام بالنسبة لكو واضح وأنا هنا مش بكبر ولا بصغر ولا بعظم ولا بأسفه من أي اسم يجي على بالك بس تاني الإخوان مش هيلمعوا حد غير لو كان إخوان أحيانا يخدع الإخوان في بعض الأمور يعني مثلا يشوفوا أنه محمد صلاح راجل ملتزم أخلاقيا ملتزم دينيا راجل لطيف ظريف مهزب محافظ ومعتدل بحفاظه على سلوكه على عباداته واضح من اسمه أنه هو رجل نعتقد ذلك وأنا أظن ذلك إلى أبعد الحدود راجل ملتزم جدا دينيا راجل محترم مزي كل أهلنا إلى آخره وبالتالي هتلاقي مثلا بنته مكة أكيد ده راجل ملتزم صح جميل طيب فيبدأ الإخوان يحطوا في دماغهم الصورة هم عارفين من إخوان ومش إخوان طبعا هو مش إخوان بس هينفعنا وبس كده يبقى ده النموذج صلاح كما عادت اللعيبة المسلمين يجيب جول هيسجد والله مسيحي هيصلي هيقول أبانا لازي حلو كده طيب الإخوان طبعا مهتمين باللي بيسجد بس يا سلام سلم لو كان إخوان بس كده لماعه ورجلجه وارفعه السماء واعمل منه أسطورة فبدأوا يهتموا بالتركيز على صلاح واحدة واحدة لقوا إنه صلاح له إخوان وما متأكدين ولا هينفع يبقى إخوان ولا هينفع خالص وصلاح مش مشغول بالسياسة صلاح مشغول بشغلانته وموهبته ومشغول بمحبته لهذا البلد صلاح لم يدخر أي وسع ولم يبخل بأي شيء ولا على بلده ولا قريته ولا حتته ولا أهله ولا ناسه ولا جيرانه ولا خالص فبدأ الإخوان يقولوا لأ إحنا مش هنحط العطى على صلاح ده مش بس كده إحنا هنستناله فما بيحبهوش أنا بقول لك الإخوان ما بتحبش صلاح وهم وراء أي حملة تخبط في هذا الرجل وهم اللي بيتمنوا له أي خطأ ولو قال أي حاجة ما هياش غلط هيطلعوها غلط طيب موسيقى